وفي السياق جدد وزير الشباب والرياضة العهد للآباء والأجداد الذين قدموا أرواحهم في ثورة سبتمبر وقال إننا مضون على عهدهم في مقارعة ميليشيا الحوثيين والمد السلالي الطائفي في مقارعة هذه الميليشيات الحوثية في مقارعة هذا المد السلالي الطائفي ونرى بإذن الله عز وجل هذه المدينة وهي تعيش في أجواء طبيعية فرائحيا نرى هؤلاء الشباب وهم يمارسون أيضا مواهبهم وطاقاتهم ليقددوا وليؤكدوا للعالم رسالة بأن هذه المدينة مدينة حية ولا يمكن أن تكسر ولا يمكن أن تهزمها هذه الصواريخ العجرفية وهذه التهديدات التي ستنكسر إن شاء الله على شموخ وعلى إباء هذه المحافظة العزيزة على كل دي